عقدت الغرفة التجارية الصناعية في عدل لغاء موسع بحضور عدد من رجال المال والأعمال وأعضاء مجلس إدارتها لمناقشة أبرز التحديات والتي توجه القطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية المتداورة وأكد رئيس الغرفة أبو بكر بعبيد خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والسلطات المحلية للحد من التداعيات الاقتصادية التي أدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج وأخالص اللقاء إلى ضرورة الالتزام بمخرجات لجنة الواجبات الزكوية المعتمدة من قبل المحافظ عدن والتي تشمل اعتماد رأس المال المصرح به من قبل التجار وفقا للضمير الشخصي والاعتراف بالمدفوعات السابقة مع توثيقها رسميا وتوحيد آليات الدفع على مستوى المديريات كما شدد اللقاء على ضرورة احترام القوانين المنظمة للعلاقة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة لضبان استمرارية النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي اشتركوا في القناة